السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم عمر من قناة سيبين علم الدراج جتلكم اليوم فيديو جديد اليوم الفيديو معي عباد من عباد غيمين صديقي بتعرفونا دايما منلعب الديمن السوا اليوم الفيديو بدي اشرح لكم فيه شو التيم الي منستخدمون احنا لنفرم الهل وان شاء الله حساوي فيديو تاني رح يكون على ال الريد ديمين وعلى الريد ديمين طبعا التيم تبعي هو عبارة عن غوثر مشان رانكب ديرياري للدمج فعليا هي واسكنور طبعا هون فعليا بتطلع الايمة الحقيقية لديرياري يعني هلأ بتشوفوا انتو اذا حتشوفوا بالفيديو ديرياري هي اللي حتشيل التيم تماما مو تماما بصراحة رد اسكنور كمان صفاح بشري بس ديرياري بتعمل يعني الديرياري الفيز الاخير هي العلتي تبعها عنا الين مع اللبس تبعها مشان الاكسترا دروبس تبعات الكوزماتيك ابغريد لازم بس خلوا بالكم انو لازم تلابسوه عبود حكالي على هالنقطة انو لازم تكونوا ملابسين هاللبس للشخصية مشان يتشغل البوف تبعها فخليني بس سأله انو جاهزين اه طبعا عم بستخدم لايف ستيل فود لانو لايف ستيل فود هو فعليا اكتر شي بيخلي قضلعش هي البطارية الشي اساسي اه المصيبة اللعبة كتير كتير بتسحب بطارية فدائما ياما بدي خلي التليفون عالشحن والمصيبة لما خلي التليفون عالشحن وانا عم بلعب اللعبة بيسخن التليفون وعادة البطارية فدت بتفاصيل عن التليفون والشحن طبعا هو التيم اللي مستخدم وشو نفس التيم تبعي تقريبا بس بدل ديرييري حطت ارثر مشان يعطي بفل التيم يعني هو الفكرة انه هو بيعطي البفات مشان اسكانور اللي عندي وسكانور اللي عندو وحتى ديرييري اذا انا ما قدرت حط البف على حالي بيعطيني بف زيادة تبع الاميونيتي بفيد طبعا عفكرة في نقطة انه اليونيك تبع ايلين الحلو فيها انه بتعطي خمسين بالمية زيادة على البفات اللي على الكاركتر شو يعني بس لاتأكد لكم مصيبة مهون ما فيني اتأكد اليونيك تبعها بتقلك انه على الاتاك بوف اعتقد اتاك ريليتت ستاتس ممكن بوف خمسين بالمية زيادة يعني اذا انا بعمل مية بالمية اتاك بوف هي بتعطيني من الباسف تبعها خمسين بالمية فاصل انا علي بوف مية وخمسين بالمية خلينا نشوف شو صار معه عبود لانه هو كمان عم يصور فيديو على الهيل ديمين طبعا انا ما شرحت لكم الشغلة الحلوة بالهيل ديمين اذن October 6 او انو بتكون layer 100 بالمية بتاخد واحدة من هذا سوف شوف 말씀 flavor 8 بتاخد واحده من هذا كان около 100 بالمية ولما تكون معاك اللبس كمان بتاخد واحدة مية بالمية واحتمال ثمانية بالمية انه تطلع لك واحدة ثالثة يعني ممكن انت بالرن الوحدة اذا كنت انت الهوست تاخد ثلاثة وانت بدك اعتقد لح تطور يو ار كوزمتك يو ار ماكس بدك ثلاثين يعني فعليا عشر رنات من هدول المحظوظين بتكون انت ساويت فول كوزمتك الايتم اللي بيعطيكي هم الكريمزن ديمين هن اللي بيطوروا يا اما الاتش بي اللي هي الهات بيس يا اما الويبن ما لي متاكد مية بالمية لسه بصراحة خليني اعمل بوز لانه شكله عبود مطول وبعدين برجع لكم فهلا خلص عبود ففينا نبليش اعتقد تمام اه طبعا الستراتيجي اللي بدك تتبعها هي نفس كأنك عم تلعب كريمزن ديمين عادي تماما نفس الاستراتيجية بالزبط اه اول شي بدك تحاول تجيب ران كابس تجيب الجولد بوف تبع ارثر وبعدين تقتلو يا اما باسكنور يا اما بديرياري اه الفكرة من الهيل كريمزن انه السي سي تبعه كتير عالي اتش بي ومرتفع انا لحد الان يمكن كل مره هم بلعب مع بود ما هم يكون مع ايران كوي اه هلا بنخلص من الكروت هدول هلا انا افضل اني استخدم كرتلا ديرياري لو كان معي زيادة مشان البفات تبع حتى تزيد بس اه امرنا الله شو ما نعمل طبعا متل ما شايفين انتو بس نتخلص من الكروت اللي ماء لها طعمي اول شي هلا حتى الدرين تبع اسكنور ما كتير لها طعمي حلو اعتقد هيك جيد حلو ممتاز ممتاز جدا جدا معه رانكب هلا فيني اعمل قولد بوف لديرياري بعمل رانكب وقولد بوف ديرياري وبضرب ضربة بسكنور جدا جدا ممتاز خلينا نستنى منه نعمل هيك بعدين هيك بعدين هيك حلو هلا اصار في بايدي كرتين جولد بوف ديرياري اه سوري كرت جولد بوف ديرياري وكرتين اتاك هلا اشوفوا الدماج اللي هتعمله هي طبعا اسكنور الدماج تبعه كمان سفاحة بصراحة يعني بس ديرياري عم تعمل اكتر منه ميتين وسبة عشر الف خليني شوف هلا بما انه ايلين عندي ياها بالسب حلو 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 بما انه عندي ايلين بالسب خليني شوف قديش هتعطين عم تعطيني بوف بس بس اه قوت ارتبعي كتير كتير اتش بيو نازل سواني واحد وعشرين الف اتاك اوكي خلينا نخلص من هاي الكروت متوقع هيك يموت مفروض نحرك كرت هيك بشان الالتي تبع ديرياري تجهز ميت ايزي ايزي كيل هلا هو صار معه بس انا المشكلة تبعي مخاطر حاليا هلا ازا بستخدم كاردين اه كاردين ازا بستخدم هلا ممتاز لت كروت اتاك ديرياري حلو كان لسه في ايدو كرت. يمكن يموت والله. احتمال كبير يموت اه قبل ما قبل ما انا اضرب ضربتي التانية. اه مية بالمية حيموت قبل ما اضرب ضربتي التانية. لحنا بالعادة منكونا منحكي على التليفون لما لما نساوي الريدز. هل اشوف كم بف عندي على ديرياري. مع البف هلا اللي بدي اخده منه ازي طلع لي كمان هلا كرت. اه اتش بيل الفيز الاخير اعتقد مليونه شوي. ممتاز. بنعمل باف باف. ما رح يكون بيرفكت بس. اه هو اعمل رانكبه. التاكسيل. عليها يمكن 10 باف. هنشوف قديش مليون وثمانمية. والله انك ما يقتلو. يا حرام. يا حرام لو كان ضرب ضربة ببالي ادم طبيعي. كان قتلو. آه خلينا نشوف اذا يمنا ننهيها بدر ياري. هاي بفات على كيف كييفك بدك رانكا بخول شوفوا الرايت كليك تبع 297 ألف متل مو شايفين انتو كان جدا سهل ومو ضروري انه انت يكون عندك ديرياري اذا الفريند عندو كمان بتزبط بس الاسهل ممتاز 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 يصارو هلا عشرة وبعدين الدروبس هون بيعطوك يو ار الالجولد هدول اللي قبل لما يكون الالجولد دروب بيعطيك بيعطيك اللي هي قبلها الالجولد فكمان هاي بونس حلو بالنسبة لل لانو فرق اللي انت بتاخدو لما تكون حتى يعني لما تكون انت هوست بتكون اخذ واحد من اللبس لما تكون انت مو هوست ممكن ما تاخد ولا واحد زي ما عندك اللبس فمشان هيك الهوست هو اللي بيكون اللي هو اللي مساوي الريد يعني انا الريد تبعي عم بيكون انا الهوست فبس هذا هو كان الفيديو ان شاء الله ما اكون طولت عليكم حاولت قد ما فيني اختصر وعملت بوز ومدرشوفة هذا هو كان الكريمزن ديمين الهيل وشرح بسيط للتيم اللي اعمل بلعب فيه وان شاء الله حنزل فيديو كمان على الريد ديمين وعلى الريد ديمين فاذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا بالقناة اذا مو مشتركين وتعملوا لايك على الفيديو وتعملوا الفيديو شير وشوفكم على خير